سيمة العصر دلوقتي جروب المامس دي ما فيش بيت حد يشوف مراته وقام اسك الموبايل بتشوف بنتي عاملت ايه وابني عامل ايه حقيقي ايه بقى القصة دي وازاي استخدم الجروب دي بشكل رشيد ما يتعبش احصابي وما يسببش مصدر اه لا وفي نفس الوقت اتطمن على اولادي من خلالك صحيح هي زي ما حضرتك قلت وزي ما طرحته هي لها ايجابيات مهمة يعني انا بس تفيد منها بعرف منها ايه اللي حصل النهار ده اتابع الدنيا ماشية ازاي افهم ايه بني هيعمل ايه ايه الهومورك اللي عليه عشان كده بصراحة انا عايزة يعني انصح الامهات باختصار شديد بثلاث حاجات كده اساسية عايزة اقول لها حددي وركزي وخليكي ايجابية في الجروب ده عشان تقدري تطلعي منه بحاجة مفيدة حددي انت دخل تعملي ايه وحددي انت محتاجة منه ايه يعني انت محتاجة منه او انا كأم محتاجة منه ايه محتاجة اعرف منه الابديتس بتاعتي اليوم محتاجة اعرف منه ايه الهومورك اللي علي محتاجة اعرف منه ايه هم اخدوا ايه لو ما رحش النهار ده يبقى ايه حاجة تلك كتبت يبقى انا بحدد بحدد عايزة ايه لان لو مش محددة هقلق وركز بقى اركز هقول ايه انا هقول ايه لانه كتير حاجات بنقولها بتبقى إشاعات ما بتكونش حقيقية بعمل احتقان ما بين الأمهات وكمان أركز أنا هاخد إيه منهم يبقى أحدد وأركز وكون إيجابية بقى أكون إيجابية في كلامي أكون إيجابية في ردود أفعالي بلاش سمعت حاجة أروح إليها فأرعب الأمهات بلاش أكون أوفر بلاش كمان حتى ردود أفعالي أنا على الناس تأوم المشكلة بلاش أشتعل أخلي المشكلة مشتعلة بالعكس أقلل منها فده يعني نصحتي نحن نركز في الثلاث أمور دول لو إحنا عايزين نطلع منهم بحاجة مفيدة أحدد وأركز وكون إيجابية في الجروبات دي الجروبات دي أنا معرفش لسه ابني صغير هالجروبس دي بتبقى المودريتر مين بيبقى صاحب المدرسة مثلا أو حد من المدرسة أو أم من الأمهات عشان ساعة كتيرة بيلاقي أم داخلة مثلا تكتب على الجروبس دي أنا فلان أو يا مامة فلان أنا ابنك ضرب ابني أو بنتك ضربت بنتي فالنهار ده بيبقى أصلا النوع من الدراما ده فالنهار ده مين بيبقى ماسك الجروبس دي أو يعني إزاي يقدر حط الحالة الإيجابية فيها يعني لو ده السؤال الصحة خلييني أقول هو للأسف المدرسة ما بيكونش ليه علاقة ودي مشكلة يعني الجروبات هي بيبقى الأمهات ما جمعة بعض وفيه موديريتور كده يعني حبي ما بين الأمهات هي اللي موجودة وهي اللي بتتكلم بشكل رسمي شوية مع المدرسة لو حب يكون فيه كونتاكت يعني وهي اللي بتكون بتدير الجروب فهي الموضوع حبي ساعات بيكون ناحية إيجابية إن الشخص ده يعني ليدر كويس بيعرف يوصل الحاجات بشكل كويس بس الموضوع السلبي بقى النزام حريك قلتي يعني شوية كلام كتير حاجات ملاش لازم ممكن تتقال وأسمع كتير مشاكل إنه ممكن حد يدخل يقول حاجات مش مقبولة علشان خناقات ما بين الأطفال فتتحول خناقات ما بين الأهالي فالموضوع يوصل للأطفال فتتحول لخناقها الجروب فده مش مطلوب يعني عايزين نحل حاجة نحلها بشكل كويس فعشان كده عشان يعني نستخدمها بشكل إيجابي لازم أكون أنا إيجابية بشكل مختلف طب أنا لو أم حد دخل قال لي على ابني أو بنتي بيدربوا حد أو بيعملوا مشاكل أتصرف إزاي عجل مجرسة؟ أنا كأم يعني أتصرف زي ابني بيدرب ابني عنيف لازم أحل المشكلة بقى لأ يعني أتصرف زي من الدراما اللي بتحصل على الجروب خليني أقول آه لا يعني أنا دايماً شايفة أن الحاجات دي تتحل ثنائيات يعني بلاش الخيام مش خنائة يعني أنا مثلاً لما بيحصل مشكلة مع بنتي أنا أم برضو على الجروب مامز فمثلاً لما بيحصل مشكلة مع بنتي أقول مثلاً لو سمحت ممكن مامت فلانة تتواصل معي خلصت بكتب كده فالأم نفسها تتواصل معي فأعملها مكالمة تليفون ونحل الموضوع ودي أحسن بكتير من الكلام على الجروب طبعاً